قام وفد من جمعية كاريثات الأردنية بزيارة ودية إلى مكتب فضائية نورسات بعمان حيث استمعوا من مديرته الدكتورة باسم السمعان إلى إيجاز عن أنشطة وبرامج المكتب وخاصة ما يتعلق بتغطياته الإعلامية للأنشطة الكنسية في مختلف محافظات المملكة إضافة إلى تغطيته المعتادة للمناسبات الوطنية والبرامج الدينية والمناسبات المختلفة وخلال جولة لأعضاء الوفد داخل الأقسام قدمت السمعان شرحا عن كنفية إعداد النشرات والمنتاج والإخراج وبرامج العمل اليومية وفي ختام الزيارة تم التقاط صور تذكرية بهذه المناسبة وفي لقاء خاص لنورسات مع مدير الجمعية السيد وائل سليمان عرب عن سعادته بهذه الزيارة الكريمة وقال أكيد إحنا من كم سنة كنا حابين نزور مكتب نورسات هاي القناة المحترمة اللي هي كمان شريك مع جمعية الكريتاس خلال السنوات الماضية لتغطية أنشطة وفعاليات كريتاس على مستوى المملكة اليوم مع قسم الإعلام بكريتاس حبينا نيجي نلتقي نتحدث ونشوف كل أوجه التعاون إن شاء الله للمستقبل بين كريتاس وقناة نورسات أكيد المؤسسة عمرها 53 سنة وخلال هاي السنوات المؤسسة اللي هي مؤسسة كاتوليكية توسعت بعملها آخر عشر سنوات أكيد مع الأسف بسبب الأحداث اللي عم بتمر فيها المنطقة واللي هي طبعا ما هدينا آخر سبعين سنة نحن حروب ونزاعات بمنطقة مقدسة جدا أكيد المؤسسات الإنسانية بشكل عام تطور عملها مؤسسة كريتاس خلال آخر عشر سنوات إدرت تتوسع توصل لعشر محافظات في بلدنا الغالي الأردن ويكون لها مراكز طبية واجتماعية وخدمات إنسانية اليوم في عنا أربعمائة موظف يشتغل بكريتاس في ثلاث تلاف متطوع في عنا ألف شاب وبينت بيساعدوا ببرامج التعليم بأربعة وثلاثين مدرسة خصوصا ببرامج التعليم وعنا خدمات بتوصل لثلاثمائة ألف خدمة بين خدمات طبية وخدمات تعليمية وخدمات مساعدات إنسانية على مستوى المملكة هلا أكيد السنة نحن ببدايتها نحن بالآخر أشهر السنة الماضية فتتحنا مراكز عجلون وجرش وإربد والسنة هاي المخططات إنه نثبت هاي المراكز والخدمات اللي موجودة ونتطلع وهاي لأول مرة بنعلنها إنه نتطلع لمركز جديد في محافظة العقبة إن شاء الله هلا أكيد كل شكر لقناة نور ساعت للعاملين فيها للشراكة اللي امتدت للسنوات الماضية مع جمعية الكاريتا بس نتمنى لكم كل التوفيق برسالتكم